بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة العاصفة الثلجية المدمرة التي تضرب أمريكا هذه الأيام هل هي عقوبة من الله تبارك وتعالى أم هي مجرد ظاهرة طبيعية أحبة في الله في البداية ينبغي علينا كمؤمنين أن ننظر إلى هذا الكون أن كل شيء فيه يتم بأمر الله لا تتحرك ذرة في هذا الكون إلا بأمر من الله تبارك وتعالى كل ذرة من ذرات الثلج هذه نزلت بأمر الله والله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء في هذا الكون أيها الأحبة لذلك نحن الآن بكل بساطة يمكن أن نقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فكل شيء يحدث بأمر الله ماذا نستنبط من هذه القاعدة نستطيع أن نقول إن أي حدث نمر به سواء حتى على مستوى الأشياء الشخصية مثل المرض الذي نبتلى به أو الظلم الذي نتعرض له أو قلة المال أو الفقر الذي قد نتعرض له كله بأمر من الله تبارك وتعالى إذا لم نفكر بهذه الطريقة إذا نحن ننكر قدرة الله في كونه وننكر هذه الآية الكريمة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كل شيء مفصل ومقدر ومكتوب عند الله من قبل أن يخلق هذا الكون إذن أحبتي في الله أنا كمؤمن أي بلاء أتعرض له يجب أن أنظر إليه كما علمني القرآن الله تبارك وتعالى ماذا يقول قبل أن أقرأ الآية الكريمة أحبتي في الله هل هذا نوع من العذاب أم لا عندما تتسبب هذه العاصفة في مقتل العشرات وربما المئات وعندما تنقطع الكهرباء عن ملايين البيوت وعندما يتعرض الكثير من الناس للصقية والبرد وربما الجوع وتتقطع بهم السبل هل هذا عذاب أم رفاهية إنه عذاب طيب الله ماذا يقول قال سبحانه وتعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ طيب لماذا يا رب دقق معي أخي الحبيب لكي لا يأتي ملحد ويضحك عليك ويقول انظروا إله المسلمين يحب أن يعذب خلقه أو مخلوقاته لا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إذن هذا العذاب هو نوع من التأديب للبشر بعد أن طغوا وتمادوا يعني مدينة نيويورك التي يعني أجزاء منها تضرب بهذه العاصفة الثلجية التي تنخفض فيها درجة الحرارة لخمسين درجة تحت الصفر هذه المدينة ذات يوم نحن تحدثنا وقلنا في هذه المدينة يتم قتل الأجنة بشكل عنيف جدا أجنة صغيرة لا ذنب لها مئات العمليات من الإجهاد من الأطفال الصغار بعمر أشهر قليلة يتم قتلهم بلا رحمة وقلنا وقتها هذه الأجنة التي يتم وأدها ما ذنبها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الربا والخمر والشذوذ الجنس أيها الأحبة كل هذه أمور لا أريد أن أقول إنها تغضب الخالق فقط لا هي أصلا تضرك أيها الإنسان 110 مليون إنسان في أمريكا مصابون الآن بأمراض منقولة جنسية نتيجة ماذا نتيجة الانتشار الرهيب لزين المحارب وللاغتصاب وللخيانة الزوجية وللشذوذ الجنس كل هذا أيها الأحبة أصابهم ثلث الشعب مصاب بأمراض منقولة جنسية وهذه الإحصائيات أردد وأقول منقولة عن مواقع محترمة ومواقع علمية لديهم مثل موقع يسمى مراكز السيطرة على الأمراض ومثل ومثل وزارة العدل الأمريكية ومثل موقع بيوري سيرتش هذه مواقع علمية بحتة تصدر لنا إحصائيات مرعبة والله أيها الأحبة طيب عندما يصيبهم هذا النوع من العدل وهذا يمكن أن يصيبنا ويصيب بلاد مسلمين ليس ببعيد عننا ولكن ينبغي علي أنا كمسلم أن أخذ العبرة أن أقول هذه هي نوع من العقوبة الصغيرة هدفها أن تعود إلى الله إذن الله يحبك يعني أخي الحبيب انظر معي أنت عندما تؤدب ابنك ابنك الصغير الذي تحبه وتدلله وتخاف عليه عندما ينحرف قليلا تحاول أن تؤدبه أن تعاقبه عقوبة خفيفة لتحميه من الشر الكبير الذي ينتظره بنتجة هذا الانحراب فهذا دليل محبة له وليس دليل كره أو حقد عليه بالعكس الله عز وجل عندما يعذب بعض مخلوقاته بمثل هذه الكوارث بمثل هذه العواصف الثلجية بالزلازل بالفيضانات بأمطار غزيرة تسبب أيضا فيضانات هائلة جدا كل هذا أحبة في الله هدفه أن تعود أيها الإنسان إلى الله لذلك السبب العلمي الكامن وراء هذا الاضطراب في المناخ أيضا هو ما يسمى بالاحتباس الحراري والتلوث الهائل يعني نسبة غاز الكربون وأكاسد الرصاص والكبريت الموجودة في الجو زادت كثيرا عن حدها بسبب الحروب والتلوث البيئي وبسبب المشاريع العملاقة التي يقوم بها الإنسان ومعظمها لا فائدة منها كل هذا ساهم في زيادة غاز الكربون في الجو وزيادة التلوث بشكل خطير لم يسبق له مثيل وبالتالي بدأ بدأت يعني حالة الطقس تضطرب وبدأنا نرى فيضانات أو نرى أمطار غزيرة في أماكن جافة مثل الربع الخالي ونرى أماكن يعني لم تعهد أن يضربها مثل هذه العواصف نرى فيها عواصف ثلجية ونرى مناطق يحدث فيها جفاف وهكذا هذه الاضطرابات سببها أنت أيها الإنسان الذي لوثت البيئة وساهمت في إفساد هذه البيئة الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إذن أنت المسؤول أيها الإنسان يداك هي المسؤولة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس طيب لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا نتيجة الفساد والظلم والحروب التي تنتشر في كل مكان بلا مبرر وقتل الناس ظلما وعدوانا لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذن الهدف أن تعود إلى الله أيها الإنسان لذلك أحبة في الله دائما نجد أن القرآن يدعوك أن تعود إلى الله ليدخلك الجنة يعني ما هو المطلوب؟ عندما يمنعك الله أن تظلم الآخرين أليس هذا لمصلحة مجتمع؟ عندما يأمرك أن ترحم الآخرين أليس هذا لمصلحتك ومصلحة من حولك؟ لذلك عندما يبتعد الإنسان كثيراً عن طريق الله المستقيم لابد أن تصيبه بعض أنواع العذاب لذلك الله تبارك وتعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون سبحان الله تجد أن العذاب يصيب الملحد ثم يزداد إلحاداً وكفراً وإنكاراً للخالق طب لماذا لا يعود إلى الله؟ الله يعيدك بجنات تجري من تحتها الأنهار لماذا لا ترجع أيها الإنسان إلى الذي خلقك والذي رزقك والذي أعطاك كل هذه النعم هو لا يريد منك شيء يريدك أن تعترف به فقط على الرغم من ذلك نجد من ينكر ويجحد منذ زمن النبي وحتى يومنا هذا لذلك عندما اتهم الملحدون نبياً عليه الصلاة والسلام بالتزوير وافتروا عليه زوراً قالوا له وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل ماذا رد عليهم الله؟ قال قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيمة لذلك أيها الأحبة هذا الإله هو غفور لك أيها الملحد على الرغم من إلحادك رحيم بك على الرغم من كفرك وجحودك وظلمك لنفسك أولاً وظلمك لمن حولك لذلك أحبة في الله أنا أود أن أغتنم أي مناسبة أو أي فرصة لأهداف محددة أولاً أن نتذكر الله عز وجل ثانياً أن نلتج إلى الله عز وجل وأن نستعيذ بالله من شر عذاب الله أن يصيبنا مثل ما أصابهم أن نعود إلى الله عز وجل ونتذكر أن لقاء الله قريب لأن هذه الكوارث هي أيضاً من علامات الساعة النبي عليه الصلاة والسلام أنبأ في أحاديث صحيحة كثيرة جداً عن كثرة الزلازل وأننا سنرى أموراً عظاماً لم نكن نتوقعها أو نحدث أنفسنا بها سنرى كوارث كل هذا في أحاديث أكدها النبي وربطها باقتراب الساعة إذن نحن أيها الأحبة في اللحظات الأخيرة لعمر هذا الكون وسوف تقوم الساعة بعد ذلك وهذه الكوارث التي نراها من حولنا هي دليل على صدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا ذلك أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى أن نهيئ أنفسنا للقاء الملك سبحانه وتعالى وأن ندعو الله عز وجل أن يبعد عننا مثل هذه الشرور وأن يمتعنا بحياة آمنة مطمئنة كذلك نسأل الله عز وجل أن يرفع الغم عن العالم نحن لا نحب الأذى لأحد ولا نتمنى الشر لأحد بل حتى الملحد نحب له الخير نحب أن ننقذه من نار جهنم التي هو يذهب باتجاهها نحب أن ننقذه وندله على الطريق الصحيح ونفرح عندما يهتدي أحد الملحدين وينقذ نفسه من النار من نار جهنم ولياذ بالله نفرح لأنه عاد لطريق الله سبحانه وتعالى الذي قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا السلامة وأن يبعد عننا وعنكم جميعا كل هذه الكوارث وأن يمتعنا بحياة آمنة حتى نلقاه وهو راض عننا سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى